الحقيقة خلينا أأكد على حاجة مهمة جدا ورسالة لكل مضطاهد لكل قائم بفعل الاضطهاد الرب يسوع علمنا أننا نحبك الحب ده هو مهما أنت صنعت ضد أي مسيحي أو أي عابر نحن نحبك لأن الرب علمنا أننا نحب حتى أعداءنا أنت مش عدو لأننا لم نحن أعداء من البشر من الجسد واللحم والدم لكن أنت الرب أحبك حط محبته فينا بالروح القدس المعطلين علشان نحبك فأنت تتصرف بجهالة عشان كده نحن نرثي لك نرثي لك على فكرة يا خنزار اللي بيتطهد مش بيتطهدنا أحنا ولازم كل المتطهد يعرف أنت لما بتتطهدني أنا أنت لست تتطهدني أنا في شخصي لكنك تتطهد إلهي عشان كده الرب يسوع أنت ذكرت عن بوليس بوليس بعدما كان هو متطهد كان بالضبط كده شاول الترسوسي كان يتلف كنيسة الرب بإفراط فهذا الاضطهاد في الآخر هو أدرك لأنني بجهالة فعلت هذا فلما الرب يسوع ظهر له قال له أنا يسوع الذي أنت تتطهده مكتوب كان بيبطهد الكنيسة بس الرب لما ظهر له قال له أنا الذي أنت تتطهده فحبيبي لما تتطهد مسيحي أو عابر خلي بالك خلي بالك أنت لست تتطهد إنسان أنت تتطهد الله خالق الكل مش اللي جل جلاله بس هو السرمدي هو الإله الحقيقي الإله الوحيد وحده له كل المجد